تبعات حادثة قصف القوات الإسرائيلية موكباً تابعاً لمنظمة وورد سنترال كيتشن الخيرية ومقتل سبعة من أعضائها في قطاع غزة لم تتوقف بعد وقالت وورد سنترال كيتشن إن الجيش الإسرائيلي لا يمكن أن يحقق بنفسه بشكل موثوق فيه في فشله واعتبرت المنظمة أنه بدون تغيير منهجياً حقيقياً في عمليات الجيش ستحدث إخفاقات عسكرية أخرى ومزيد من الاعتذارات ومزيد من الضحايا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين طالب بدوره بتحقيق مستقل وشامل في الحادث وأن تتحمل إسرائيل المسؤولية عنه من المهم أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن الواقعة ومن المهم أيضاً أن نرى أنها تتخذ خطوات لتحميل المتورطين المسؤولية أما الأهم هو أن نضمن أن تنفذ إسرائيل إجراءات لضمان عدم تكرار الحادثة مجدداً وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة واعتبر المجلس أن الهجمات ضد العاملين في تقديم المساعدات الإنسانية قد ترقى لجريمة حرب واعترف الجيش بمسؤوليته عن الهجوم الذي قال إنه ناتج عن خطأ جسيم ارتكبه قائد اعتقد أن المركبات الثلاثة التي قصفت كانت تقل مسلحين من حماس وبناء على نتائج التحقيق عزل ضابطان كبيران ووجه التوبيخ لثلاثة آخرين غير أن القرار لم يلقى قبول الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبنغفير واعتبر الوزيران القرار خطأ ودليلاً على ضعف القيادة وأبدأ يستغربهما مما وصفاه بمنح الدعم لمن تسببوا في وقوع الهجوم في إشارة لحماس